هذا وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس جمهورية كينيا وليام روتو إلى أسس العلاقة بين البلدين التي تعود إلى عقود مضت مؤكدا على ضرورة تعزيز التمثيل الدبلوماسي المتبادل وتطوير مستوى الشراكة الاقتصادية المثمرة فيما بحث اللقاء وفق المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء دعم العلاقات الثنائية في مجالات عديدة وسبل توطيد التعاون المشترك فضلا عن ملف العمالة الكينية في العراق من جانبه أثنى الرئيس الكيني على الدور المحوري للعراق في المنطقة وسعيه إلى تعزيز الأمن والاستقرار فيها